بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة نجيب اليوم عن سؤال وردني الحقيقة قبل فترة وأنا بالنسبة للأحبة الذين يسألون بعض الأسئلة أحاول الإجابة قدر المستطاع لأن الحقيقة الأسئلة كثيرة جدا وأحاول أن أخذ بعض المواضيع المهمة ونجيب عنها عبر هذه السلسلة ونضعها بين أيدي القراء والمشاهدين عسى أن ينتفعوا بها إن شاء الله الحقيقة أيها الأحبة يقول هذا الأخ الكريم هل من علاقة بين اللاوعي وبين الظن بالله أو حسن الظن بالله لأن اللاوعي أو العقل الباطن يقصد به يعمل على أساس الأفكار التي نرسلها له والمولى عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي طيب الآن أيها الأحبة هذا سؤال مهم حقيقة وكثير منا يغفل عن موضوع العقل الباطن حقيقة يعني من الناحية العلمية لا يوجد شيء اسمه عقل الباطن هو مصطلح نستخدمه فقط للتعبير عن الأفكار المخزنة في خلايا الدماغ والتي مضى عليها وقت كبير ولا نشعر بها ولا نحس بها وهي تتحكم بردود أفعالنا أطلق بعض علماء النفس مصطلح اسمه العقل اللاوعي أو اللاوعي أو العقل الباطن ولكن هذا الكلام يعني يمكن أن نستخدمه كمصطلح نفسي يعني لا بأس به ولكن حقيقة علميا يعني ليس هناك شيء ملموس اسمه باطن والظاهر هناك أفكار تدخل إلى الدماغ يعالجها خلايا الدماغ وتضع هذه المعلومات في أماكن محددة وتبقى في حالة علاج لهذه المعلومات أثناء النوم الدماغ أثناء النوم أيها الأحبة يكون في حالة عمل والشغل المستمر لا ينام دماغك لا ينام ينظف نفسه المعلومة الغير مهمة يرمي بها المعلومة المهمة يحتفظ بها هناك معلومات قد تشكل خطرا على الأمن النفسي لك فيضعها في أماكن وتنساها تماما في اليوم التالي لا تتذكر أي شيء منها ولكنها موجودة هذه الأماكن المخزنة يعني كما تقول أنت على الكمبيوتر لديك مثلا قرص تخزن به المعلومات ولكن هذا القرص مخفي غير مرء يعني من يفتح الكمبيوتر لا يشاهده ولكن هو موجود لذلك يعني هم قياسا على هذا أسموا هذه المعلومات المخزنة أسموها عقل باطن مع العلم أن هذه عبارة عن ذكريات ومعلومات مخزنة يتم استرجاعها في مواقف محددة يعني مثال الإنسان عندما ينظر إلى إمرأة جميلة وهذا تحدثنا عنه في دراسة علمية يعني نحن نتحدث الآن كبحث علمي أجري بالفعل على إنسان نظر إلى إمرأة جميلة وانتهى الأمر ربما بعد شهر أو شهرين أو كذا صادف هذه المرأة وهو طبعا نسيها في الظاهر نسيها ولكن المعلومات التي اختزنت في داخله منذ ذلك الوقت تبقى مخزنة أحيانا سنوات فيسترجع هذه الذكريات في موقف معين أو لقطة معينة فتجده ينجذب لها وهو لا يعلم لماذا أحيانا الإنسان إذا صافح امرأة ونبينا صلى الله عليه وسلم لم تمس يده يد امرأة لا تحل له كما في الحديث صافح امرأة هذه المصافحة أيها الأحبة تنتقل هناك روائح تفرزها المرأة بشكل طبيعي والرجل أيضا هذه الروائح تنتقل عبر اللمس ويشعر بها الإنسان ولكنها تختزن فيما يسمى بالعقل الباطن وتترك أثرا نحن لا نراه ولكن إذا رأيت هذه المرأة أو حتى شممت رائحتها بعد فترة ستثير في داخلك نوع من العاطفة وتقول يعني أتمنى أن أتعرف أكثر أو أقترب أكثر أو مثلا أحاول أن أنظر أكثر أو أفعل أي شيء وهكذا سلسلة حتى يقع الإنسان في الزنا إذا لم يحصن نفسهم الحقيقة أيها الأحبة ما يهمنا الآن الظن بالله ظنك بالله على ماذا ينبني يعني مثال على ذلك أيها الأحبة أنا مثلا أنا دائما أقيس على نفسي أعتقد أن الله قادر على أن يرزقني من حيث لا أحتسب حتى لو لم أعمل حتى لو جلست في مكاني أعلم أن الرزق بيد الله هذه قناعة راسخة يقينية لدي هناك إنسان آخر ظنه بالله أن السماء لا تمتر ذهبا ولا فضة كما في رواية يعني موجودة في كتب التاريخ السماء لا تمتر ذهبا ولا فضة فيعتقد أن الله لا يرزقه إذا لم يعمل ما الفرق بيني وبينه الفرق أنني أنا اطلعت على آيات القرآن وذكر فيها الرزق أكثر من مئة مرة لم ترتبط عملية الرزق بالعمل يعني لا توجد آية تقول من يعمل نرزقه من يسعى للعمل نرزقه من مثلا يبذل جهدا أكثر نرزقه أكثر لا كل الآيات ارتبطت بمشيئة الله أولا وبالعمل الصالح ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب طيب ما علاقة التقوى بالرزق إذن أنا أعتقد أن التقوى والخوف من الله هو أهم أسباب الرزق طيب الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إذن مشيئة الله هي التي تفعل هنا الله يبسط الرزق لمن يشاء كثير من الآيات أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا إذن أيها الأحبة الله لطيف بعباده يرزق من يشاء معظم الآيات مرتبطة بالرزق والرزق مرتبط بالتقوى وبمشيئة الله وبما كتبه عليك تؤتي الملكة من تشاء وتنزع الملكة من من تشاء مثلا أو كالذي آتاه الله الملك يعني آيات تؤكد أن الله هو الذي يؤتيك ليس بجهدك ولا تعبك ولا عملك هي أسباب تتهيأ لك طيب ماذا عن الظن بالله إذن أنا أظن أن الله قادر على أن يرزقني من حيث لا أحتسب وأظن أن رزقي لن يأخذه أحد غيري وأظن أنه لا يوجد إنسان يستطيع أن يمنع هذا الرزق بعد أن كتبه الله لي هذه الأفكار المسبقة هي موجودة وأنا طبعا لا أتذكرها في كل لحظة ولكن موجودة فعندما أمر بحالة من الضيق ضيق العيش أوتوماتيكيا أعلم أن كل شيء منتهي والله يرزق من يشاء بغير حساب فلا أكترث ولا أتعب ولا أقلق ولا أخاف هناك رزق كان مقرر أن يأتيني ذهب لغيري لا أكترث أبدا لأنني أعلم أن هذا الرزق غير محصص لي أصلا خسرت مبلغ في مكان معين أعلم أن هذا مكتوب مسبقا فلا أحزن أصابني ضرر حادث أو مرض أو كذا فخسرت مبلغ أعلم أن هذا المبلغ الله أعطاني هذا المبلغ لأنفقه في هذا الجانب أو لأعطيه لهذا الإنسان إنسان ضحك علي مثلا وأخذ مني مبلغا من المال مثلا يعني نصب وأحتيال أو سرقة أو كذا أيضا لا أبالي لماذا لأنني أعلم أن هذا الأمر مكتوب طبعا أنا أسعى يعني الإنسان بغريزته يسعى أن يكون حذرا ولكن إذا وقع هذا الأمر ولم تستطع فعل شيء تسلم الأمر لله هذا الظن يجعلني مرتاحا نفسيا أيها الأحبة يجعلني أغتنم وقتي في تأمل القرآن وهو الأهم ما حاجتي للدنيا يعني يعني متاع الدنيا أضيع وقتي من أجل مثلا المال والكذا والكذا وأترك ظلمات القبر وهي أمامي لم أهيئ نفسي لها لم أهيئ نفسي للقاء الله إذن حسن الظن بالله مبني على آيات أنا تدبرتها وتأملتها واعتقدت جازما أنه لا يضر ولا ينفع إلى الله فارتحت نفسيا الآن نأتي للطرف الآخر الذي لديه أن هذا الإنسان قد يؤذيه ليس في دماغه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشفة له إلا هو خسر صفقة خسر مبلغا من المال يحمل الهم ويقلق ويكتئب وربما يصاب بنوبة قلبية وربما يصاب بأمراض وأشياء لماذا؟ لأنه يظن أن فلان أخذ ماله وأنتهى الأمر ولن يسترجعه وهو لا يعلم أن كل ذرة لا يضيعها الله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما إذن أيها الأحبة هذا الظن الحسن أعطاك راحة نفسية بينما الذي لم يظن ظنا حسنا بالله بناء على لم يقرأ القرآن لم يتدبر القرآن لم يطلع على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا سأختم بحديث جميل أحب دائما أن أكرره رواه ابن حبان في صحيحه يقول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسه بيده لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها ولو فر أحدكم من رزقه لأدركه كما يدركه أجله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم والإيمان والتقوى وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا